خطورة اليوم أنك أنت تدخل في بناقصات وأنت تملك في شركات خطورة اليوم عندك وكالات وقعد تدخل في بناقصات نفطية خطورة اليوم أنك أنت قعد تدخل في إسهامات مع الدولة على الرغم من الحضر المطلق الموجود في مادة 120 في توسع بالتفسير عارف بس إذا المادة 120 في حضر القانون إيش مهنته بالحالة إذا أنت لي وتقدمه في حضر والقانون نفسه راح يوضح الحضر ويضع جزاءات الدستور ما في جزاءات ما تحدث عن جزاءات تحدث عن حضر لكن ما تحدث عن جزاءات فأنا اليوم أنا أتحدث عن جزاءات موجودة كيفية إبطال العضوية كيفية إسقاطها كيفية العزم للوظيفة التجريب إذا كان في بس هذا القانون تشوفه يقر يعني بال والله أنا راح أقدمه وهو جاهز وعلى فكرة راح أقدم بالتزامن مع الطعن المباشر في نفس الوقت راح أقدمهم نشوف المحكمة الدستورية وعلى وضعها نبني عليه إقرارنا لهذا القانون من عدمه طعن البحش على قانون المحامة على قانون المحامات راح يتقدمهم بالتزامن راح نشوف المحكمة الدستورية ونشوفه إذا يقررون هذا القانون ما يقررونه لحد يعني اليوم يدخل فيه الالتزامات مع الدولة أمام مرأة ومسمع نواة مجلس الأمة والأمور ساكتين عنها لا خلاص الجميع لا مع بعض كلنا نقدم قانون نزاهة ونشوف عملية نغل الملكيات اللي قا يحصل ترى هم بعد بحسين أن للأسف البعض ينقل الملكية باسم الزوجة أو الأبناء ويروح يدخل فيه إسهامات ويدخل فيه الالتزامات مع الدولة وهذا خطر جدا اليوم لأنه هذا يأثر على القرار النيابي اليوم أنت اليوم كنائب تراقب وتشرع وتشرع على من تراقب من؟ تراقب الشخص اللي ممكن يرسيلك بناقصة وهذا أعتقد خطر جدا لذلك أنا أعتقد هذا القانون يجب أن يقدم بالتزعمة مع الطعام ترجمة نانسي قنقر